والآن أعطي الكلمة لصاحب سعد الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير خارجية البحرين بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد بيتر تومسون رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يسعدني في البداية أن أتقدم إليكم وإلى بلدكم الصديق فيجي بخالص التهنئة لانتخابكم رئيساً للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة متمنياً لكم دوام التوفيق والسداد في القيام بكل ما أوكل إليكم من مهام النبيلة معرباً عن شكري لسلفكم سعادة السيد موهنز لوكيتوفت على ما قدمه من عطاء وما بذله من جهد بارز في إدارة أعمال الدورة السبعين بمهنية وكفاءة ونقدر لمعالي السيد بانكيمون الأمين العام للأمم المتحدة الجهود الملموسة التي بذلها طوال ولايتين من العمل الدؤوب من أجل تحقيق أهداف المنظمة الدولية في إرساء أسس الأمن والسلام في العالم منوهاً بما ورد في كلمته خلال افتتاح المناقشة العامة للجمعية العامة وخاصة ما جاءه بخصوص اتفاق باريس بشأن تغير المناخ مشاطراً معاليه الأمل في أن يتم دخول الاتفاق حيز النفاذ بنهاية هذا العام مؤيداً دعوته لإنشاء فريق رفيع المستوى لإيجاد حلول عملية لتحسين آليات اتخاذ القرار في الأمم المتحدة بالإضافة إلى العمل على استمرار ما تحقق من تقدم كبير في مختلف المجالات وبالأخص في مجالي التعليم والصحة خلال الأعوام العشرة الماضية منتهزاً هذه الفرصة للإعراب عن الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام على كل ما قام به خلال قيادته لأعمال المنظمة متمنياً له النجاح والتوفيق في كل ما سيقوم به من مهام مقبلة في خدمة بلاده والعالم سيد الرئيس أن نعقاد هذه الدورة تحت عنوان أهداف التنمية المستدامة تحرك عالمي لتحويل مسار عالمنا يعبر عن العزم الجماعي والرغبة الصادقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العام المنصر والتي توليها بلادي بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله كل الاهتمام والرعاية وكان لها سبق البدء في تحقيقها ولم تتوان في واجبها لبلوغ أهدافها التي شهدت بها ووثقتها التقارير الأممية وستواصل التزامها بذلك وفق الخطط والبرامج الوطنية الطموحة إيمانا منها بأن تنفيذ تلك الأهداف والتفاعل معها يضمن مستقبلا زاهرا لأبنائها ومنذ بضعة أيام فقط شهد مقر الأمم المتحدة جانبا مهما من جوانب التفاعل بين مملكة البحرين والأمم المتحدة وهو ذلك الاحتفال الكبير الذي نظمته البحرين في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بالتزامن مع انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة للتنمية المستدامة حيث تم منح الجائزة إلى البروفيسورة أنا تيباجيوكا المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتي نالتها عن جدارة واستحقاء وهو ما يؤكد أن المملكة تنظر إلى التنمية المستدامة على أنها قيمة لا تعمل فقط على إنجازها وأنما تبذل جهلا واضحا في نشرها ودعم جميع الجهود الساعية إلى تحقيقها في مختلف أنحاء العالم كما أن ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات عالمية وأبرزها انتخاب مملكة البحرين في لجنة وضع المرأة وحصولها على عضوية المجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وحصولها على المركز الأول دوليا كأسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وفقا للتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية لهذا العام لهي دلائل واضحة على التعاون الوثيق بين مملكة البحرين والأمم المتحدة فضلا عما تعكسه من احتمام وحرص كبيرين من بلادي ممثلة بالمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأمير السبيكة بن تبراهيم آل خليفة حفظه الله لتعزيز النهوض بالمرأة البحرينية داخليا وخارجيا وتفعيل مشاركتها في كافة القطاعات الحكومية والمجتمعية بوصفها مكونا رئيسيا كان وسيظل مساهما ومؤثرا في عملية تنمية المجتمع وتقدمه سيد الرئيس أقتبس أن التنمية التي لا يكون المواطن هدفها لا فائدة منها ولا نريدها انتهى الاقتباس تلك العبارة التي قالها سيدي حضرة صاحب الجلال الملك المفدى في تدشين رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والتي تجسد بكل وضوح أن رفاه وسعادة واستقرار المواطن هو العماد الأساسي للتنمية في كل المجالات وأن مساعي مملكة البحرين لتحقيق الأهداف التنموية العالمية والتي تسير جنبا إلى جن مع رؤيتها الاقتصادية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة العمل القطري بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي متواصلة ليظل جميع المواطنين رجالا ونساء متمتعين بحقوقهم كافة ووفق الأطر الدستورية وأننا مستمرون في نهجنا بمسيرة التقدم والرخاء والتطور دون توقف رغم كل التحديات السياسية والاقتصادية وكل المحاولات اللي تتهدف إلى إبعادنا عن هذا المسار الوطني الراسخ سيد الرئيس إن التنمية وأمن واستقرار المواطن والمجتمع ركيزتان متلازمتان في مسار واحد ولا يمكن تحقيق أحدهم من دون الأخرى ولا يمكن بلوغهما إلا من خلال دولة آمنة ومستقرة تنتهج الحكم الرشيد وتمتلك مؤسسات قوية وفاعلة فهذه هي المعادلة الصحيحة الواجب ضمانها والحفاظ عليها في جميع دول العالم وبصفة عامة وبصفة عامة في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص وبالنظر إلى حجم التحديات التي تواجهها وتمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين لذا فإن حماية ركائز الدولة الوطنية في بلداننا ومنع انهيارها في بلدان أخرى يشكلان الأساس لاستدامة الأمن والتنمية والرخاء وجدير بأن يكون هدفا رئيسيا لكل القوى والتجمعات الفاعلة في المجتمع الدولي بعيدا عن أي معايير مزدوجة أو مقاصد مختلفة ونحن قادرون بتوحدنا أقليميا ودوليا أن نتخلص من كل التحديات وخاصة في مجال مواجهة الإرهاب الذي يجب أن نلتزم سويا بكل قوة وعزيمة ودون أي تردد في القضاء على جميع مسبباته وتجفيف منابع دعمه وتمويله وحماية مجتمعاتنا من خطاب الكراهية والتطرف بكل حزم وجدية ونؤكد أن محاربة الإرهاب لن تتحقق مطلقا عبر سن قوانين وتشريعات تخالف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي كالخطوة التي أقدم عليها الكونغرس الأمريكي عندما أصدر تشريعا باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والذي يخل بأسس العلاقات الدولية القائمة على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول ويعد سابقة خطيرة في العلاقات بين الأمم ويمثل تهدينا للاستقرار للنظام الدولي ويؤثر سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب سيد الرئيس من المسائل الخطيرة التي ولدتها تلك الحالة التي تعيشها بعض الدول منطقتنا وأثرت سلبا على جهود التنمية فيها هي قضية النازحين واللاجئين التي إذا ما تركت من دون حلول فإنها ستؤدي للمزيد من عدم الاستقرار ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع وتمثل الأزمة السورية بفصولها وتطوراتها أكبر مأساة بشرية يشهدها عالمنا المعاصر منذ عقود طويلة في بلد كان منذ سنوات قلائل يحتضن الآلاف من اللاجئين ليصبح أهله اليوم غير قادرين على العيش في بيوتهم وأراضيهم بأمن وسلام حيث يعيش الآن أكثر من نصف الشعب السوري الشقيق ما بين لاجئ ونازح وتتفاقم الأوضاع المتردية هناك يوما بعد يوم والتي استغلتها التنظيمات الإرهابية كي ترسخ وجودها وتحدد الأمن في المنطقة بأسرها لذا فأن معالجتها تمثل ضرورة قصوى وواجبا إنسانيا وأخلاقيا وينبغي أن يتضامن المجتمع الدولي لمواجهة هذه الأزمة في مختلف جوانبها مثمنين الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية للتخفيف من هذه المعضلة الإنسانية وندعو المجتمع الدولي لزيادة مساهمته في هذه الجهود التي تبذلها دولنا منوهين بجهود الأمم المتحدة في هذا المجال والتي توجت مؤخرا بإنعقاد الاجتماع العام الرفيع المستوى المعني بحركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين وصدر عنه إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين الذين بلا شك سيكون لهم عكاس إيجابي للمساهمة في تخفيف أبعاد هذه المعضلة من خلال الالتزام بالمتابعة والتنفيذ للبنود الواردة فيه سيد الرئيس أن مملكة البحرين تقف وكما هي دائماً مع تطلعات الشعب السوري في بناء دولته المدنية بنسيجها الوطني الغني بإرثه الإنساني والثقافي والحضاري ومكوناته المختلفة ووفقاً لإرادته الحرة وبما يعيد إلى سوريا روح المحبة والتسامح ومن هذا المنطلق تأتي دعوتنا لجميع الدول المؤثرة في الأزمة السورية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي للتوحيد الجهود والعمل معاً من أجل وصوله للحل السياسي للأزمة وفقاً لما جاء في بيان جنيف واحد وقرار مجلس الأم 2254 وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأم 2165 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية المباشرة إلى عموم سوريا وبشكل فوري وبدون عراقين لإنقاذ هذا البلد العزيز وشعبه من محنته التي لا مصلحة لأحد مننا في استمرارها وللحيلولة دون انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة بما يحفظ لسوريا سيادتها ووحدة شعبها وأراضيها والقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية التي باتت منتشرة في أرجائها وأبعاد التدخلات الإقليمية التي تحدث إما بصورة مباشرة أو بالوكالة وتعرقل جهود تسوية الأزمة وفي السياق ذاته فإننا نشجع اتخاذ خطوات في جمهورية العراق باتجاه معالجة كافة المشكلات التي تعترض إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتحقيق إرادة الشعب العراقي الشقيق من خلال مشاركة الأطراف السياسية كافة دون أي ضغوطات خارجية مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة جهود استعادة سيطرة الدولة على كامل ترابها الوطني من التنظيمات الإرهابية والتصدي لما ترتكبه الملاشيات المتطرفة من أفعال إجرامية وغير إنسانية تطالب بناء العراق وجواره تحت غطاء محاربة الإرهاب سيد الرئيس إن من حقنا ومن أكبر تطلعاتنا أن يأتي اليوم الذي نرى فيها الدولة الفلسطينية المستقلة وهي تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل ولا يخالجن شك في أن شعوب المنطقة العرب منهم والإسرائيليين ينشدون هذا اليوم ويرغبون في السلام العادل والشامل ولكن هذا الأمل يظل مرهونا بأن يكون هناك إدراك حقيقي بأنه لن يستتبى لإسرائيل أمن ولن يتحقق لمجتمعها استقرار ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالشيء ذاته وهذا يتطلب أن تكون إسرائيل جادة في تحقيق سلام يأمن فيه الفلسطينيون والإسرائيليون معا على أنفسهم ومستقبلهم ومستقبل أولادهم من خلال التوقف عن الانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى ومتولده من إثارة لمشاعر المسلمين في العالم أجمع وإزالة المستوطنات غير الشرعية من الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة على ترابه الوطني ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يتوافق مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأن تتفاعل بإيجابية وانفتاح مع مبادرة السلام العربية التي لا تزال قائمة ومطروحة وما زلنا متمسكين بها ولن نتراجع عنها كونها الحل الحقيقي والصحيح لإرساء أسس السلام في المنطقة وتعزيز التعاون بين دولها وشعوبها أما فيما تشهده الجمهورية اليمنية فإن التزام مملكة البحرين بالمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سيستمر دون أي تراجع فلم تدخل البحرين لا مالا ولا دما في سبيل ذلك الهدف النبيل وستظل سائرة في هذا الطريق ولن تحيد عنه أبدا مهما بلغت التضحيات إلى أن تتمكن الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي من إحكام سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية مؤكدين على الدور الإنساني الذي تطلع به قوات التحالف وحرصها على عدم استهداف المدنيين ونطالب القوى الإنقلابية ومن يدعمها بأن تكف فوراً عن الخطوات السلبية والمعرقل لتحقيق الاستقرار والتي تجسد طموحها في السيطرة على مؤسسات الدولة ونؤكد هنا بأننا لسنا ضد أي طرف يمني وسنقف مع اليمن وشعبه الشقيق بكافة مكوناته في وجه كل من يريد الإضرار به أو السيطرة عليه من الخارج حتى يتم التوصل إلى حل سلمي وفق اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني ويحفظ له أمنه واستقراره ووحدته وفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المفادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 22-16 مشهيدين بجهود السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وبما قامت به دولة الكويت من جهود مشكورة في سبيل الخروج من هذه الأزمة وفيما يتعلق بدولة ليبيا فإن هذا البلد العربي الشقيق بحاجة ماسة إلى تكاتف كافة الأطراف به وتوحيد جميع الجهود فيه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والتغلب على كافة التحديات التي تواجهه لتحقيق تطلعات وطموحات شعبه في العيش بأمان والتمتع بالاستقرار في ظل دولة موحدة ومأسسات قوية وحديثة وإذ نرحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني فإننا نؤكد على ضرورة توفير الدعم اللازم لهذه الحكومة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب الليبي لتتمكن من قيادة البلاد والنهوض بمهامها ومسؤولياتها وتخليص ليبيا من التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وفيما يخص مسألة الصحراء المغربية فإن مملكة البحرين تؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يكفل وحدة التراب المغربي ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة مرحبين بقرار المملكة المغربية بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي وممارسة دورها الحيوي على الساحة الأفريقية سيد الرئيس فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية فإننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي جميع الدول العربية لم نتدخر جهداً مع هذا البلد الجار لبإلاء أفضل العلاقات القائمة على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وفق الأعراف والمبادئ الدولية فلم نتردد لحظة في مد الجسور وتطوير العلاقات معها إلا أن كل مساعينا وجهودنا ورغبتنا الصادقة لم تلقى التجاوب الجدي من قبل إيران فأما أن تصل جهودنا إلى طريق مسدود أو تنتهي باختلاق إيران لمشاكل وأزمات جديدة تعيدنا إلى المربع الأول فلازلنا نسمع من إيران الخطاب الطائفي غير المسؤول والإساءة والإضرار بالعلاقات الثنائية والجماعية معها والتي تمثلت مآخراً بإلقاء المسؤولين الإيرانيين التهمة الباطلة جزافاً ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي يشهد لها العالم بأسره بأنها تبذل جهداً جباراً وتقوم بدور عظيم وجليل في استضافة ورعاية ووفادة العدد الهائل من ضيوف الرحمن الحجاج والمعتمرين والزوار وتكفل لهم كل سبل الأمن والرعاية وهو ما لا يمكن لأحد إنكار أو الإساءة إلى القائمين عليه كما أننا ما زلنا نواجه محاولات إيران للعبث بأمننا واستقرارنا وسلمنا الأهلي من خلال دعم الجماعات والميليشيات التابعة لها مثل حزب الله الإرهابي وأمثاله من توابع الحرس الثوري الإيراني وتواصل إيران أيضاً احتلالها للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الخليج العربي وترفض المساعي السلمية لحل هذه القضية فالصورة تواضحة أمامكم ولن تتغير إلا عندما تغير إيران سياستها الخارجية بشكل كامل وتتخلى عن سياساتها العدوانية وتنفتح بإيجابية على دولنا بما يمحد الطريق لدخول منطقة لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية سيد الرئيس تؤكد مملكة البحرين على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق هدف خلاء منطقة الشر الأوسط بما فيها الخليج العربي من أسلحة الدمار الشامل ومن بينها السلاح النووي مع التشديد على حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فالطاقة النووية ما وجدت إلا لخدمة البشر وتحسين حياتهم والارتقاء بعوضاعهم في كافة مناحي الحياة لا للإضرار بهم أو استخدامها كسلاح فتاك لمحو المدن وقتل الملايين من الأبرياء سيد الرئيس إن أمامنا فرصة وإمكانية للتصدي والتغلب على التحديات التي تواجهنا ويبقى أوطاننا وشعوبنا قوية ومتماسكة فنحن أبناء منطقة لها من الإسهامات الإنسانية ما لها وحققت من الإنجازات الحضارية ما حققت وأسهمت بفعالية في كل ما نراه ونعيشه الآن من تقدم حضاري وإنساني في كافة العلوم والميادين وما تحقق لها ذلك إلا عندما كان يعيش في ظلها الجميع بكل أمن وأمان بعيداً عن خطوط الأعراق والمذاهب والأديان وهو ما يجب أن نتمسك به ونحن نستشرف مسارات المستقبل التي نبتغيها لدولنا وأجيالنا القادمة لمواصلة هذا العطاء الحضاري الإنساني الكبير الذي نفتخر به وأستذكر هنا ما قاله سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن إيسى ملك مملكة البحرين حفظه الله وأقتبس أن مملكة البحرين وشعبها يجسدون مبادئ الصداقة والتسامح والاحترام المتبادل والانفتاح على العالم وكلنا فخر بتنوعنا وتعددنا وإيماننا الراسخ فإن لكل فردنا الحق في اتماع التعب حياة آمنة وكريمة انتهى الاقتباس أن هذه الكلمات التي تجسد في مملكة البحرين ومواطنيها تعكس أيضاً وبكل تأكيد روح المنطقة وما تتطلع إليه شعوبها وأختم بالقول أن مملكة البحرين ستظل بقيادتها وشعبها الواعي الذي يحتضن محبة وسلام العالم والشعوب قاطبة وفية لهذه القيام الإنسانية والسامية والمبادئ التي تفخر بها منذ القدم متمسكة بها مستضيئة بنبراسها أمام المخاطر التي تستهدف أمنها ومنجزاتها من أجل مجتمع آمن ومستقر ينعم فيه الجميع بالأمن والرخاء والازدهار وشكراً سيدي الرئيس أشكر صاحب سعادة وزير خارجية البحرين على بيانه وأعطي الكلمة الآن للسيدة سوشما السوارج شكراً لكم شكراً لكم